حذرت الأمم المتحدة من أنها تستعد للأسوأ في شمال شرق سوريا بعد هذا الانسحاب الأمريكي وذلك في وقت تظهر فيه المئات من الأكراد لتنديد بتهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن هجوم وشيك في مناطق شرق الفرات وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أكدت في بيان لها أن الأكراد سيدافعون عن أراضيهم في حال أي عدوان تركي وحذرت من أن العملية العسكرية التركية ستؤثر سلبا على الحرب على داعش وصفة الانسحاب أنه طعن في الظهر نحن قلقون للغاية مما قد يحصل لا نعرف ماذا سيحصل ونستعد للأسوأ هناك 6 ملايين نازح داخل سوريا وأكثر من 5 ملايين لاجئ في البلدان المجاورة وبالتالي فإن أي عملية تحدث في الوقت الحالي يجب أن تأخذ في الاعتبار ضمان أننا لا نرى أي نزوح آخر